ميدانيا الآن واضح الاستعدادات الذاهبة باتجاه عملية عسكرية إسرائيلية تجاه حزب الله من الضربات في سوريا التي تحدثنا عنها المناورات الإسرائيلية على المستوى الجوي على المستوى البري وتهيئة الشمال الإسرائيلي للكثير من السيناريوهات منها مواجهة قوات الرضوان وما ممكن أن تفعله تجاه جليل الأعلى أو تجاه حيفا وغيرها من هذه الأمور هل تعتقد أن إيران ممكن أن تطلب من حزب الله اللبناني الالتزام بالقرار الأممي وأن تنسحب إلى الخلف خلف النهر الليطاني بدلا من أن تضعف هذه الورقة المهمة والاستراتيجية الخاصة بالنسبة لإيران مع معرفة أن إيران ممكن أن تتصرف باتجاه هذه المسائل لأن لديها سياسة حكيمة وهادئة وصبر استراتيجي كبير لما ممكن أن يكون قادما هل ترى هذا ممكن أن يحدث أم أن الأمر محرج أن ذهبت إيران باتجاهه خاصة وأجبرت حزب الله على مثل هذا التحرك لا في تقبيري أن إيران ستتبنى خيار التسوية ولن تفتح جبهة في شمال إسرائيل وعنى بها جبهة حزب الله لعدة أسباب ودعنا نتخطى الخطوط الحمراء في الحديث عن هذا الموضوع ثلاث معادلات كانت تشي إلى أن القضية ليست حادثة في قضية سقوط مروحية الرئيس الإيراني رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وأحداث غزة والأهم منها التلويح بالجبهة الشمالية بعد حادثة الرئيس الإيراني لن يتكون هناك حرب في الجبهة الشمالية أكاد أجزم في هذا الموضوع لأنه في بعض الأحيان يجري إسكات المشروع عبر ضرب الأدوات بعيدا عن الميدان التعبوي وهذه لعبة مخابراتية في كثير وحي يجري التعتيم على تفاصيلها لأنه من مر على حادثة الرئيس الإيراني والي بالحقيقة غطيت في عدة قنوات المتخصص لا يقتنع بمسألة السقوط بسبب حادث إذن أنت ترى هناك عمل استخباري إسرائيلي نفذ بهذه العملية لأن هناك كثير من الملاحظات الفنية على كل ما جرى هذا ما تقصده نعم بالحقيقة نحن دائما من السرعة لدينا حادث بالطيران نقول سوء الأحوال الجوية الخلل الفني الخطأ البشري أو احتمالات أخرى لا سوء الأحوال الجوية فرضية مقبولة وفندناها ولا الخلل الفني مقبولة هذه طائرة سمتية وبها محركين وبها اوتوريتيشن وبايلوت وكو بايلوت ودبل انجين وطيار بروفيشنال ما يخطأه أي خطأ يجي يصطدمي بجبل فرع أنها سقطت على قمة الجبل وليس على جداره تفاصيل كثيرة فإذا تبقى إسكات تهديد محتمل كاد أن يفتح جبهة الشمال جرى تسويته التسوية ستودي إلى تسوية في الجبهة الشمالية لن تكون هناك حربا وإنما سيصار إلى القبول بالقرار الأممي لا سيما أن هناك دخول للبنهولدر حامل القلم الآن بدأت مفاعله ومصادقه في العراق واضحة جدا بعد القرار للانسحاب الأممي بعد 19 شهر البنهولدر يقدر تعلق الأمر بمنطقتنا تكلف به ثلاث دول الـ P3 اللي هي فرنسا بريطانيا والولايات المتحدة في العراق أكو كوبنهولدر اللي هو البريطانيا مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة تمسك بالملف بيدي الولايات المتحدة تشارك الكوبنهولدر البريطانيا فيما يتعلق بالإطالة البحرية وعني بها ميناء الفاو وتسوية الخلاف البحري والحدود بين العراق وبين الكويت وهذه المسألة بالحقيقة واضحة جدا فإذا الـ P3 تبقى فرنسا فرنسا حاضرة في قضية التسوية في لبنان وسيكون لها دور فاعل والأمم المتحدة نعم هو حامل القلم بالمناسبة لجروب بحدود عشر دول بالعالم لكنه ما يختص في منطقتنا هما الـ P3 اللي هي فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة وأعتقد الآن إدارة الأزمات مقفلة بيد الأقطاب الثلاث لذلك حتى انتفت الحاجة للوجود الأممي بعد 19 شهر يقول لهم الأمم المتحدة أخذوا راقبوا من بعيد أو مكالات تنمية طيب ما دون ذلك فالحراك السياسي والأمني والعسكري سيودار بواسطة الدول الثلاث طبعا بعد العودة الواضحة جدا لبريطانيا إلى المنطقة التي هي ربما منذ عام 1971 يعني منذ السحاب بريطانيا من منطقة الشرق الأوسط وملء الفراغ من قبل الولايات المتحدة الآن عادت بريطانيا وبقوة طيب وستعود لتتموضع في العقدة استراتيجية التي تمثل أهمية استراتيجية إلى بريطانيا وهو العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر